السلام عليكم أولادي أخواتي تنميذ السنة الرابعة متوسطة اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه علينا غادي نديروا الفرض الأول للفصل الأول بسم الله على بركة الله نبدأ إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وازدوا وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين أخواتي وليدتي قرم عاية بليز استغفروا الله لها دي In 1612 A prince called Johan met a pretty girl who was selling jewels in a market قالك في 1612 كان واحد الأمير called يعني يسموه Johan مات يعني تلق التقى a pretty girl تلقى مع بنت جميلة اللي كانت تبيع مجوهرات في السوق ممتاز محال which means jewel of the palace هذه ممتاز محال محال كانت which means معناها جوهرات القصر كان في عمرها 19 عام was 19 years old كان في عمرها 19 عام they fell in love and decided to get married وقعوا في الحب وقرروا الزواج later من بعد the prince shah jahan became emperor of india من بعد هذا البرنس هذا الامير shah jahan ولا امبراطور تا الهند as ممتاز محال he didn't want to live like the other eastern women قال لك قول غير ان هادي ممتاز محال ما بغتش تكون تعيش كما النساء الشرقيات she was helpful and her working كانت helpful يعني مساعدة وتعمل بجد hardworking يعني تعمل بجد she gave her husband advice about the administration of the country كانت تعطي لزوجها نصائح حول إدارة البلاد she advised him نصحت to give more money to the poor people كانت نصحها دائما بشي يعطي بزاف الدراه بالفقار unfortunately وليسو الحد she died when giving birth to her 14 child in 1630 ولكن لسو الحد ماتت وهي تلدو مولودها الرابع عشر في 1630 1631 في 1631 شاه جهان ordered أستاذ أحمد لهور to build a sort of a temper for her wife in آغرا في عام 3030 أمر شاه جهان الأستاذ أحمد لهور بش يبني نوع من المعابد لزوجته في آغرا بالهند إنديا تاجمحال اللي سموها تاجمحال قل لك شكولي عمل علي هذا التاجمحال تعمل عليها أكثر من 20 ألف عامل وأكثر من 100 ألف فيل كانوا يستعملوا هذا أكثر من ألف فيل كانوا ينقلوا المواد التاقيلة أثناء البناء يلا أثناء البناء و during construction it took them 22 years to complete the project قال لك هذا استغرق منهم 22 عام بش يكملوا هذا المسروع تاجمحال is decorated with the drawers gold and silver هذا تجمحال كما نقول إحنا يمديكوري مزين بالجواهر والذهب والألفضة passages from the current are depicted on many walls قال لك وال صوروا فيه آيات من القرآن على العديد من الجردران التوعح في الحيوطة داروا آيات من القرآن تاجمحال had four minarets كان ربع مآدن فيه forty meter tall كان ربع مآدن فيهم ربعين مطرار في الطول and huge dome وقبة ضخمة huge يعني ضخمة dome يعني قبة thirty five meter high وهذه القبة فيها 35 مترا في الارتفاع it is made of white marble marble هذا مصنوع بالرخام الأبيض the color changes with the time of the day and the weather or not there is moon at night قال لك هذا الكسم يتغير اللون التاعه هذا الماربل هذا الرخان يتغير اللون التاعه مع الوقت ومع الوذر يعني الطقس وكيما يكونش تاني القمر في الليل تجمحال became a symbol of endless يعني هي والله ترمز تجمحال هذا الرمز للحب المتناهي and it is an outstanding example of Islamic art and our architecture هو رمز الحب المتناهي وهو مثال للفن والعمارة الإسلامية والعمارة الإسلامية والهندس الإسلامية some people think it is the most beautiful on earth هو الناس تعتقد باللي هو أحسن ولا أجمل مبنى في الأرض على وجه الأرض in 1983 the United Nations nations قال لك في 1983 لمنظمة اليونيسكو ولمنظمة الهيئة الأم المتحدة وناشلنز أعلنت باللي هو موقع من الثراث العالمي the mausoleum يعني الضريح attract more than 8 million visitors every year هذا الضريح يستقطب أكثر من 8 ملايين سائح في العام هاو دولة دي activity one هنقال لك read the text carefully and do the following activities نقرأوا النص جيدا ونديروا the exactivity كي رحبا location هنهي ها قلت complete تجمع هالفاكت الفاكت فاعل هيا location town and country الهاي الارتفاع minarete and the dawn يعني المآذن هادوك والقبة when did its construction begin مين تبدأ الأعمال بشي خدموه when was its construction completed مين تكملوا المبنى هادا مين تكملوا البنيان when was it listed by yunesco as a world heritage site مين تصنفة من طرف اليونسكو بموقع الثورات العالمي هيا ديروا هولادي وبعد شوفوا معايا تصحيح هوا دا حبسوا وديروا معايا إجابة تكونو كالأتي ولداتي إخواتي location في أغرا أنديا وينجاي في أغرا أنديا وراه أغرا يا الله يا كريم وراه أغرا أنديا أغرا أنديا منارات 40 متر شعال كائن المآدن 40 متر هيا دي وضم 35 هيا دي بم when did its construction began ميتة بدأت البنيان في 1631 هيا دي in 1631 وميتة when was its construction completed ميتة كملوا في 1653 مكتبوها لكم شو بس صح قالوا لك it took them 22 years يعني هادي تزيدو لها 22 تولي لك 1653 when was it listed by UNESCO as World Heritage Site ميتة صنفت من مواقع كسمو التوراة العالمي في 1683 هيا دي in 1983 هنيا choose the right answer the prince met his wife in وينتلقى ال prince الامير مرته في palace beach forest or market she was very calm woman ولا lazy woman ولا help from woman ولا market woman and a thousand people worked on the monument شعر 15 ولا 20 20 25 30 the monument is made of marble or stone or stone it's opposite pretty هنا هيا غدي نديرو نديرو كل كلمة مع الضد الضد pretty يعني شبه eastern يعني شرقية hard working يعني تعمل بجد huge يعني ضخمة western يعني الغرب غربية ugly يعني مشي شبه small يعني صغيرة lazy يعني فنيانة هيا ديرو هولادي وبعد شوفوا معي الحال حبسو يلا جواب هذا هو شوفوا pretty يعني شبه مع ugly بشعة eastern يعني الشرقية وال eastern يعني الغربية hard working يعني تعمل بجد lazy يعني فنيان ولا فنيانة huge يعني ضخمة جدا و small يعني صغيرة هنا master of language activity one spook the mistakes and write the correct passage on your answer sheet دروك غدي نكتبو هنا يكين أخطاء نحنا غدي نصحوهم بون تبعو معي كي قعطو spook the mistakes إلا كتحوس على الأخطاء بون لو لا كي تبدأ الجملة دائما تبدأ بال majuskune يعني هنا تكتب the majuskune تجمه is or هنديروها 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 حبسو ديروها تجمه is هودا أخط الزوج beautiful مش and beautiful ما جاياش تدير هنا يعني هنا نص نص باقي لكم زوج باش الجينيشان نص نص وباقي لكم زوج ونصوص باش تقولو زوج صفي beautiful monument that is found in agra agra بلاد يعني agra تكتب وإنديا ما كانش question marking نقطة هنا الخطأ تاني نقطة طي انتم ما كتبوها دعم تكتبوش كما كتبوها هنا majuskule وكتبوها لاخر تاكم اوكي الجملة دركن نروح هنا activity two I complete using as adjective as or not as adjective as هنا تجمح is famous big bad مش غورة مش غورة تجمح مش shora big big bad مش غورة ثاني سوف يشد as 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 or not as as شوف انتم ما شد تاج محال minarets 40 meter المآذن التوحى فيه 40 متر are high زعمة في الارتفاع مرتفعة big bad tower 96 meter big bad هو مرتفع أكثر من المآذن التوحى سوف يشوف شد دير the eiffel tower is old تاج محال old is que la ture eiffel هي اللي برج eiffel هو اللي قديم على تاج محال ولا contrarre تاج is as 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 big bad تجمحة is as famous as big bad تجمحة is as as famous as big bad الادجكتيف بتاعكم وزيدوا as هناك تكونوا كيف كيف as famous as تجمح المنارات هذه المآذين بتاع تجمح 40 متر هما 40 متر هما هما ماشي في الارتفاع كيما بيكبان هاتي 96 متر وهاتي 40 متر سافيش نديرو are هاي هاتي are كتبناها ها هي are not as هاي هاتي not as ونديرو الادجكتيف بتاعنا هاي هاي ها هي ونكتبو as بيكبان سعين كيما قلنا as not نديرو الادجكتيف ونبعد as وإلا كنت نيش وإلا كنت نكيف كيف the same نديرو as الادجكتيف تعنا as eiffel tower is old tajmahal شكو اللي قديمة eiffel tower ولا tajmahal tajmahal هي اللي يطلق القديمة على البرج eiffel شان نديرو eiffel tower دايما اللي أقل هي اللي يبدو بها شوف هنا اللي قليلة هي اللي يبدو بها إلا ما أعطو لكم شمرت بينا أعطو لكم هذه اللولة أو لا متوما عاوتوا تكتبو هذه اللولة بسكو هي اللي قل كيما eiffel tower هي اللي قل هي اللي ماشي قديمة سوف ينبدو بها eiffel tower is not as is not as old is not as old ها سهلة تكتبو غادي not as old as tajmahal صحيح؟ تمنى كراءة واضحة مهنية pick out the text four words are complete the table according to the pronunciation of their final ed هنا غادي نديروا final ed لنجبدو من نص تعنا final ed هنا نحوسوا هنا على ليكملوا بال ed بالصح لينطق T لينطق D وينطق D advised called married died used or declared وينطق وينطق decided decorated وينطق depict وينطق 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 you have received an email from an English friend of yours she or he asked you to write a reply in which you describe one of the most famous landmark in Algeria قال لك انتا يا راك تلقيت ايميل من عن صاحبك ولا صاحبتك الإنجليزية راه يتصقصي فيك قلت لك باش تهضر لي على احد المعالم التاريخية تعكم في الجزائر you have chosen مقام الشاهد write him or her your reply قال لك انتا يا خيص مقام الشاهد اكتب لها الرد بتاعك مو هنا يا مونيمنت مقام الشاهد Marty's Memorial Location الجيز الجريا اين يقع ديزاينر شكل اللي 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 داره هو The Algerian Painter باش ير يلس يعني صممة تصميم The Polish Sculptor Marian Konesny Date of Contraction 1982 on the 20th anniversary of Algeria's independence يعني في الذكرى العشرين لإستقلال الجزائر في 1980 والهاي الطلتاء والارتفاع 92 متا ايا ديرو هولا دي سي يو ومعد تشوفوا معي الحال بورطاني ديالة في القناة بصح معليش غادي نديرها معاكم ايا غادي نحبس وديروه سايا نرجعت لكم هولا دي كتب لكم واحد مرحبا مادكس مرحبا مادكس غادي ندير بيتر مادكس جون جوي اسم تاع لاز انغليك ما قديش تدير اسم تاع أحمد ولا I'm glad to give you the information about the most famous landmark in Algeria غادي نعطيلك أني فرحان بش غادي نعطيلك معلومت على أشهر معلم تاريخي في الجزائر مقام شهيد مارتيز ميموريال مقام شهيد مارتيز ميموريال مقام شهيد مارتيز ميموريال هو مقام شهيد بالانغلي مقام شهيد is located in Algiers the capital of Algeria مقام شهيد هو جاي موقع تاه في جزائر العاصمة القابطال تعل الجزائر It was designed by the Algerian Penter Bacher Yelis تم تصميمه من طرف Algerian Penter Bacher Yelis and the Polish sculptor Marian Koniazny it was opened in 1982 on the 20th anniversary of Algeria's independence قالك هو قاموا باتتاحه ولا تدشينه من تحلوه في الدكرة العشرين لاستقلال جزائر في 1982 this monument reaches a height of 92 meters هذا عنده الارتفاع التاعه يقدر بـ 92 meters I hope you will come and visit this great landmark راني نتمنى منك سبحوني بركة كل هذا ولا يحبس له يعني بيها الكتابة شوفوه هنا نتمنى منكم منك تجي وتزور هذا المعلم الأعظم أي هذا هو ولدتي السجد تارنا رب إن شاء الله يجعل الانتحانات والفروض والاختبارات والقرايا جاء بردا وسلاما على قلوبكم رب يحفظكم خواتتي ولدتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر